أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ من هذا النداء أُخِذَا أُخِذَ إسمُ هذه السورة سورة المُزَّمِّل وهي سورةٌ مكِّيَّة واختُلِفَ في بعض آياتِهَا كما سيأتي والصحيح المُزَّمِّل أَصْلُهَا المُتَزَمِّل فأُدْغِمَتِ التَّاءُ في الزَّاء والتزمُّل هو التلَفُّفُ في الثوب قال السعديُّ رحمه الله المُزَّمِّل المُتَغَطِّي بثيابه كالمُدَّثِّر وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه إلى أن قال فخاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره صلى الله عليه وسلم ثم أمره ببقية العبادات المُتعلِّقة من الصلاة والصبر على أذية الأعداء وغير ذلك إذن نُودي النبي صلى الله عليه وسلم بوصف حاله ولم يُقل ولم يقل الله عز وجل له يا أيها النبي أو يا أيها الرسول أو يا محمد وإنما نُودي بوصف حاله قال القرطبي رحمه الله لفائدتين الأولى المُلاطفة أراد الله سبحانه وتعالى في بداية إرساله لرسوله أن يُلاطفة فإن العرب إذا قصدت مُلاطفة المُخاطب وترك المُعاتبة سمَّوه باسمٍ مُشتقٌّ من حالته التي هو عليها ففيه تأنيسٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة ليستشعر أن الله سبحانه وتعالى غيرُ عاتبٍ عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أبا تُراب وكما قال له قُم يا نومان فوصفه بحاله فهذا من باب المُلاطفة العمر الثاني التنبيه لكل متزمِّل راقد الليلة أن يتنبَّه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فإن غالب من ينام يتزمَّل بثيابه فهو تذكيرٌ له بما أُمِر به النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك كما سيأتي قول الله عز وجل يا أيها المُدَّثِّر يا أيها المُدَّثِّر قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وقد امتثَل ما أُمِرَ به فكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورَّم قدمه وتصوَّروا أنه قد أُمِر بذلك في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم وماتَ وهم ممتثِلٌ لهذا الأمر حتى أشفقت عليه عائشة وكانت تقول له تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر فقال أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا تفسير هذا القليل هو الآية التي بعدها نِصْفَهُ أَوْنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أي قُمْ نِصْفَ اللَّيْل أو قُمْ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْل أو زِدْ عَلَيْهُ أو قُمْ أكثر من نصف الليل زِدْ عَلَى نصف الليل فهذه الحالات التي أمر الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم نصف الليل أقل منه أن يزيد أن يزيد عليه وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أي قرأه على تمهُل وفائدة ترتيل القرآن هو العون على فهمه وتدبُّره وَلِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا وعن أنس أنه سُئِلَ عن قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ كَانَتْ مَدَّا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمُدُّ بسم الله ويمُدُّ الرحمن ويمُدُّ الرحيم وسُئلَت أم سلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يُقطِّع قراءته آيةً آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُّ لله ربِّ العالمين الرحمن الرحيم مالِك يوم الدين ولذلك الوقوف على رؤوس الآي هو من سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا يُستحبُّ ترتيل القرآن وتحسين الصوت فيه وقد جاء رجل بن مسعود فقال قرأت المُفَصَّل الليلة في ركعة وقرأت المُفَصَّل اللي هو من سُورة قافلة آخر في ركعةٍ واحدة فقال بن مسعود هذَّا كهذِّ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرِن بينهن فذكر عشرين سورةً من المُفَصَّل سورتين في ركعة أنت قرأت المُفَصَّل كله في ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرِن كان يقرِن كل سورتين في ركعةٍ واحدة لكن كان يُرَتِّل صلى الله عليه وسلم يُرَتِّل القرآن يقرأه قراءة تدبُّرٍ وتمعُن ثم قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اختلفت عبارات السلف في تفسير هذه الآية وخلاصة ذلك يرجعُ إلى أمرين الأول أن الثُقل المذكور في هذه الآية هو ثُقلٌ معنوي أي سنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا والقول هنا القرآن بإجمع أهل التفسير كما قال الله إنه لقولٌ فصل ومعنى الثُقل هنا ثُقل الفرائض والتكاليث لكن هذا الثُقل يخفُّ على المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقيل ثُقل ثوابه أي أن ثوابه ثقيل إذن هذا هو القول الأول وأن المراد بالثُقل هو ثقلٌ معنوي القول الثاني أن الثقل ثقلٌ حسي وهو ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول القرآن حال نزول القرآن كما قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت تُرَضُّ فخذي من ثقل الوحي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مرةٍ يوحى إلي إلا ظننتُ أن نفسي تفيض وقالت عائشة أن الحارثة بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال يحتيني أحياناً في مثل صلصلة الجرس وهو أشدُّه علي فيُفصم عني وقد وعيتُ عنه ما أقول تقول عائشة ولقد رأيتُه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيُفصم عنه وإن جبينه لا يتفصَّد عرقًا صلى الله عليه وسلم تصوَّروا يا أخواني هذه المعاناة الشديدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانيها وقد أنزل القرآن كاملاً بهذه الطريقة لأنه على القول الصحيح أن القرآن نزل كلُّه في اليقظة ولم ينزل شيئًا منه منامًا صلى الله عليه وسلم وكان يعاني شدَّة صلى الله عليه وسلم وذلك رفعةً لدرجاته ومصداقًا لقوله سبحانه وتعالى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا وفي سياق الآيات نفهم هذا أيها الإخوة لأن الله عز وجل أمره بالصلاة والصلاة وتعين على تحمُّل الأمور الثقيلة وكان رفعه سلم إذا حزبه أمرٌ فازع للصلاة وهذا سرُّ قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أي أننا سنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا لَنْ تَسْتَطِيعَ تَحَمُّلَهِ إِلَّا إِذَا دَاوَمْتَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ تنقص على قيام الليل إلا القليل منه لراحتك ما رأيكم أيهما أرجح القول الأول ولا الثاني الأثنين أحسنتم وهذا رأي بن جرير رحمه الله إمام المفسري ثم قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطأن اختلفت عبارات السلف في تفسير الناشئة هنا وخلاصة ذلك يعود إلى أمرين الأول باعتبار تفسير الناشئة باعتبار الفعلي فناشئة الليل هي قيام الليل ويقولون إن ناشئة بالحبشية معناها بالعربية قيام ناشئة الليل قيام الليل وعلى هذا التفسير إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطأن أي قيام الليل أشدُّ وطأن الوجه الثاني تفسير ذلك بالزمان تفسير الناشئة بالزمان وقد اختلف السلف في تحديده فقيل الناشئة هو أول الليل قاله الجوهري وقيل بل الليل كله ناشئة وهو رأي أبي عبيدة والزجاج ورجَّحه ابن القيم وهو قول عامة السلف وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الناشئة تصدق على ساعات الليل كله من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ومن العلماء من جعل كذلك الصلاة بين المغربي والعشاء داخلٌ في ناشئة الليل وقالت عائشة ناشئة الليل القيام بعد النوم فلا يسمَّى ناشئة إلا إن كان بعد نوم وهو قول ابن الأعراب والصحيح يا أخواني قول عامة السلف أن الناشئة هو ساعات الليل كلها من غروب الشمس إلى صلاة الفجر إلى صلاة الفجر هي أشدُّ وطءًا قرأ الجمهور وطءًا بفتح الواو وسكون الطَّاء مقصورة والمعنى صلاة الليل أثقل على المصلِّي من صلاة النهار من قولك اللهم اشدُد وطأتك على مُضَر وقرأ ابن عامر وأبو عمر بكسر الواو وفتح الطَّاء ممدودة وطاءً والمعنى مُواطَأةً أي مُوافَقَةً من قولك ليواطِئُوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله أي ليوافِقوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله ليوافِقوا عِدَّةَ ما حرَّمَ الله وهذا يُسمَّى عند العُلماء أيها الإخوة توجيه القراءات توجيه القراءات وهناك كتب متخصصة في توجيه القراءات المتواترة وهناك كتبٌ متخصصة في توجيه القراءات الشاذة في توجيه القراءات الشاذة وبعض المفسِّرين له عناية بتوجيه القراءات فلا يكاد يذكر قراءة إلا ويذكر لها توجيهاً كأبي حيان في البحر المحيط وكلها قراءات متواترة كل ما ذكرنا قراءات متواترة القراءة الثانية بكسر الواو وفتح الطائي ممدودةً والمعنى أي أشدُّ موافقةً للسمع والبصر أي أن قلبك وسمعك وبصر يكون أشدُّ موافقة في صلاة الليل من صلاة النهار لأن صلاة النهار فيها مشاغلٌ كثيرة ولذلك قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطأن فإذن على القراءة الأولى أشدُّ إيش؟ وطأن معناها أشدُّ أثقل عليك وعلى القراءة الثانية أشدُّ موافقةً قال ابن الكثير عن هذا أشدُّ وطأن وأقوى مُقيل أجمعُ للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقتُّ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش وقلنا أن هذا على القراءة الثانية على القراءة الثانية ثم قال سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحاً طويلاً أي قم الليل يا محمد ولك في النهار فراغاً طويلاً تستطيعُ به أن تنام وتستطيعُ به أن تقضيَ حاجاتك فاجعل الليل لربك والنهار لنفسك سُئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها أنبئين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المُزَّمِّل؟ قلت بلى قالت فإن الله افترضَ قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم وأمسكَ الله خاتمتَها في السماء إثني عشر شهرًا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوُّعًا بعد الفريضة وهذا الدليل وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدلُّ على مكيَّة سورة المُزَّمِّل على خلاف من قال إن آخر السورة مدنية لماذا قالوا إن آخر سورة المُزَّمِّ المدنية؟ لذكر القتال فيها أحسنتم لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخرها وآخرون يُقاتلون في سبيل الله والقتال إنما فُرِض في المدينة لكن ابن كثير أجاب عن هذا بقوله إن هذا من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمُغيِّبات المُستقبلية أي سيكون هناك قتالٌ بينك وبين أعدائك يا محمد وبالتالي فهذه السورة سورةٌ مكيَّةٌ بكاملها وقالت عائشة رضي الله عنها واصفةً قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلةً حتى أصبح ولا قام ليلةً حتى أصبح ثم قال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك قال السعدي اسم ربك شاملٌ لأنواع الذكر كلها أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتبتَّل إليه تبتيلا أي انقطع لعبادة الله عز وجل وتفرَّغ له قال السعدي وتبتَّل إليه انقطع إليه انقطع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالخلق عن الخلال والاتصاف بمحبة الله وكل ما يقرِّب إليه ويدني من رضاه كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال ولذلك ينبغي يأتي الإنسان يا أخواني الصلاة وهو فارغ البال كما أنه ينبغي للإنسان أن يصلي قيام الليل فإذا نعس فلينم فلينم واليرتاح فإذا ارتاح فليعاود صلاته فليعاود صلاته ثم قال سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل كما قال سبحانه في آية أخرى فاعبده وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين وكثير من الآيات فيها الأمر بالعبادة والطاعة وتخصيصه بالتوكل عليه ثم قال سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما أمره بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما وذلك يحصل للعبد ملكة في تحمل الأثقال وفعلها حينها أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له وأن يهجرهم هجرا جميلا والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية لا أذية فيه وهذا كان في بداية الإسلام وفي بداية الدعوة فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكلف عباده بمجاهدتهم ومقاتلتهم وإنما بالإعراض بالصبر عليهم والإعراض والإعراض عنهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة أي أولي الغضارة العيش وكثرة المال أي المععمين في الدنيا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ماذا نفهم من هذه الآيات يا أخوة؟ نفهم شيئا عظيما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليك الدعوة ولا يعنيك ما يصدك هؤلاء وما يعرضون عنك وما يقولونه عنك أنت مطالب بالدعوة وبالصبر والهجر الجميل فقط وبالهجر الجميل فقط لكن معاقبتهم وإهلاكهم ها شوف التعبير بذرني ذرني والمكذبين أي أنا خصمهم أنا أكفيك همهم ولا شك أن هذه الآية تحمل بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومهلهم ومهلهم قليلا أي رويدا كما قال سبحانه متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إن لدينا أنكالا أي قيودا والأنكال جمع نكل وهو القيت من الحديث إن لدينا أنكالا وجحيما أي سعيرا مضطرمة وطعاما داغصة الطعام هو طعام الزقوم كما أخبر الله عز وجل أنه طعام أهل النار وزيادة على ذلك هل طعام مستساغ لا بل هو داغصة ينشب في الحلق فلا يدخل ولا ولا يخرج نعوذ بالله وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الله أكبر الجبال العظيمة هذه الصخرة الصماء تكون مثل الرمل الذي يذروه أو تذروه الرياح التي تذروه الرياح أي تصير هذه الجبال ككثبان الربل بعدما كانت حجارة صماء فينسفها الله عز وجل نسفا فلا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع وهذا انذار بأهوال يوم القيامة متى سيكون هذا سيكون يوم القيامة ثم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا كفار قريش والمراد به سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أن يشهدوا على أعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا ماذا نفهم من هذه الآية أيها الأخوة التحذير الشديد أي أنكم إن لم تطيعوا هذا الرسول سيأتيكم مثل ما أتى قوم موسى ثم قال سبحانه وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما معمول لتتقون معمول لتتقون أي فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعلوا ولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم يوما يجعل الولدان شيبا الولدان من صفات الولدان سواد الشعر لكن من هول يوم القيامة يشيبون ومتى هذا أيها الإخوة حينما يقول الله عز وجل لآدم ابعث بعث النار عندما يجتمع الناس في صعيد واحد أيها الإخوة ينادي الله سبحانه وتعالى آدم أبو البشر فيقول له ابعث بعث النار أي أخرج أهل النار فيسأل آدم ربه وما بعث النار من هم أهل النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الله أكبر نعوذ بالله من النار يعني يا أخواني أن الناجي واحد بالألف من النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وصدق الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضلوك عن سبيل الله فذلك حينما يشيب الولدان وذلك كما أخبر الله عنه في مطلع سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد السماء السماء منفطر به أي السماء العظيمة هذه من شدة ذلك اليوم متشققة متفجرة منفطرة من هوله وشدته كان وعده مفعولا أي واقعا لا محالة كائنا لا محيد عنه أي سيأتيكم هذا اليوم وقال الله عز وجل هنا قال السماء منفطر منفطرون بالتذكير ولم يقل منفطرة بالتأنيث قال الفرى لأن السماء تذكر وتؤنث ثم قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة إن هذه أي هذه السورة وقيل جميع آيات القرآن وقيل إلى الأنكال والجحيم والأخذ الوبير تذكرة أي تذكرة لأولي الألباب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء أي شاء الله عز وجل كما قيد في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم ختم الله سبحانه وتعالى سورة المُزَّمِّل بالتخفيف فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أي تارةً هكذا وتارةً هكذا وكل هذا على غير قصدٍ منكم لأن الليل يختلف ولا لا طولًا وقصرًا لأن الليل يختلف وبالتالي اختلفت صلاتكم فمرةً تصلون في الواقع ثلثي الليل ومرةً ها؟ نصفه ومرةً ثلثة وكل ذلك من غير قصدٍ منكم ولا تقصير وقلنا أن هذه الآية إنما نزلت بعد كم شهر يا أخواني؟ بعد اثني عشر شهرًا بعد حول بعد سنةٍ كاملة والله يقدر الليل والنهار أن يعتدلان مرةً ومرةً يزيد الليل ومرةً يزيد النهار علم أن لن تحصوه علم أن لن تطيقوه علم أن لن تطيقوا قيام الليل على الدوام فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا هو التخفيف أي من غير تحديد وقتٍ فمن صلى يا أخواني ركعةً واحدة صدق عليه قيام صيام الليل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا من التخفيف عن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف العلم رحمهم الله عز وجل فذهب قومٌ إلى أن وجوب قيام الليل نُسِح في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته حيث كان واجبًا في بداية الدعوة في بداية الإسلام ومن الناس من قال نُسِخ في حق الأمة وبقي فرضًا في حقه صلى الله عليه وسلم ورجِّح الشوكاني القول الأول وأن فرض قيام الليل قد نُسِخ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بهذه الآية بهذه الآية فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ استدلَّ الأحناف بقوله تعالى فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ على أن الفاتحة لا تتعيَّن في الصلاة وإنما يقرأ الإنسان ما تيسَّر لكن هذا قولٌ ضعيف لأن سياق الآية لا يقتضيه كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام يردُّ هذا القول ويضعفه ثم قال سبحانه وتعالى عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَاء هذا أسباب التخفيث أي علم الله سبحانه وتعالى أن منكم من لن يستطيع أن يقوم قيام الليل بالصورة التي أمرها الله في بداية الإسلام لمرضه وهو معذور كما أن هناك معذورٌ آخر وهو من يضرب في الأرض يبتغ من فضل الله يبحث عن رزقه ورزق أهله وآخرون مشغولون بما هو أهم من ذلك وهو القتال في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ثم قال الله عز وجل تأكيداً فَاقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وهذا يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يكون له حظ من قيام الليل ولو كان قليلاً فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا عَذَرَ نَبِيَّهُ وَأُمَّتَهُ عن قيام الليل أمرهم بقراءة ما تيسر أمرهم بقراءة ما تيسر ثم قال سبحانه وتعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أي أقيموا صلاتكم الواجب عليكم وآتوا الزَّكَاةَ المفروضة عليكم وهذه الآية تدل على من قال إن الزَّكَاةَ فُرِضَتْ في مكة لكن عُيِّنَ المقادير والأنصِبَة في المدينة عُيِّنَت المقادير والأنصِبَة في المدينة والله أعلم ثم قال سبحانه وتعالى وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا أي أنفِقوا وتصدَّقوا على الله جزاءه وإخلافه عليكم الحسنة بعشر أمثالها ولهذا نُزِّلَت الصدق منزلة القرض كما قررنا ذلك في تفسير سورة التغاب ثم قال سبحانه وتعالى وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي أكثر من ذكره واستغفاره قال ابن عطية رحمه الله الاستغفار بعد الصلاة مُستنبطٌ من هذه الآية ومن قوله تعالى كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهذا الاستغفار المأمور به يا أخواني في نهاية قيام الليل لا لذنبٍ حصل وإنما الاستغفار من النقص وتقلُّب الفكر أثناء الصلاة وتقلُّب الفكر أثناء الصلاة وأنا أسألكم أيها الإخوة من منكم يستطيع أن يأتينا بمناسبة فاتحة السورة وخاتمتها فاتحة سورة المُزَّمِّل وخاتمتها نعم نعم أحسنت يعني الله عز وجل ذكر الصلاة الليل في آخر في أول السورة وذكر الاستغفار في آخرها وهذه حال المصلي أن يصلي ليله ثم يختم صلاته يفتتح صلاته يفتتح ليله بالصلاة ثم يختم ذلك بالاستغفار بالأسحار كما افتتحت هذه السورة بالقيام بقيام الليل وختمت بالاستغفار وختمت بالاستغفار هذا ما تيسر في تفسير هذه السورة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر